دانا بطاركة ورؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة في بيان صادر الاعتداء الإرهابي على المقبر البروتستانتية في جبل صهيون بمدينة القدس معتبرين ذلك هجوماً ممنهجاً على الوضع التاريخ الراهن في الأماكن المقدسة وكشف البيان وجود لقطات وثقتها كاميرات مراقبة تعود إلى الأول من هذا الشهر لرجلين يرتديان زي اليهود المتدنيين يحطمان القبور بحقد بليغ ودع البيان الجهات المعنية إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومقاضاتهم إلى أقصى حد يسمح به القانون كما دعوا القادة الدينيين والسياسيين في المنطقة والعالم إلى إدانة هذه الأعمال المسيئة للأماكن الدينية في المدينة المقدسة